اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يعيدهم بغير الموت ولدينا من جهة ثانية ايران وميليشيا حزب الله ومجموعات شعية اجنبية تحركها انفعالات معادية لعموم السوريين وفي سجلها جرائم ومذابح موصوفة ورأى ان الوضع الحالي يحتم الربط بين هذه القضايا بحيث يكون اسقاط النظام ولا يزال مثلما كان حاجة اخلاقية فوق كونه مطلبا سياسيا عنصرا اساسيا في سياق يفضي لاسقاط داعش والمشروع السرفي في سوريا بصيغة القاعدة او باية صيغة اخرى واشدد الكاتب على انه يجب اسقاط هذا المشروع لانه يحطم سوريا بلدا ومجتمعا ويشكل قاعدة لمشروع سلطة مطلقة من دون بعد انساني وبؤرة كراهية وعنف لا في البلد المحطم وحده بل وفي الاقليم منوها الى انه ليس هناك ما هو عادل او تحروري في هذا المشروع الذي يتقابل مع نظام طائفي تمييزي قاتل لكنه طائفي وقاتل وتمييزي بدوره ونشرت صحيفة الجارديان تحليلا لمارتين شرف وكريم شاهيم بعنوان سقوط جسر الشغور يظهر تنامي قوة المعارضة السورية وقالها كاتب التحليل انه بعد مرور اربع سنوات على اطلاق القوات الموالية للرئيس بشار الاسد النار على المتظاهرين في جسر الشغور استطاع مسلح المعارضة استعادة السيطرة على المدينة واضاف ان الموالين للاسد احتفلوا بهذا الانتصار الذي كان في حزيران في عام 2011 اذ كان ينظر اليه كرمز للقوة الا انه بعد مرور اربع سنوات على هذه الحادثة فان المعارضة السورية استطعت السيطرة على ادلب الامر الذي ينظر اليه كدليل على ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يعد يمسك بزمام الامور في بلاده وانه اضحى اضعف من اي وقت خلال الحرب الاهلية التي تعصف في سوريا وفي مقابلة مع السفير الامريكي السابق في سوريا روبرت فورد قال انه رغم تقديرات الدول الغربية التي تؤكد ان وضع الاسد امن الى ان حقيقة الامر ان الحرب السورية هي حرب استنزاف مضيفا ان ان انظمة الاقلية عادة لا تعمر كثيرا خلال حروب الاستنزاف نطلع في صحيفة النهار اللبنانية مقالا لعلي حماده بعنوان نكبة حزب الله في سوريا اشار فيه الكاتب الانه في الوقت الذي تحولت فيه الارض في القلمون الى فيتنام حقيقية بالنسبة الى مسلحي حزب الله الذين يقتلون يوميا من دون ان يتمكنوا من تحقيق اي انجاز عسكري دائم يحسم المعركة يقوم حزب الله بتوزيع شائعات عن قرب بدئه معركة الربيع في القلمون ضد الثوار السوريين ويسجل في هذا الاطار السعي المتواصل من قبل الحزب الى طوريط الجيش اللبناني في المعركة ليؤدي دور الظهير في المعركة واكد الكاتب انه سواء اطلق حزب الله ما يسميه معركة الربيع ام لا فان الواقع على الارض يفيد ان المعادلة غير قابلة للتغيير وبان اكثر ما يمكن ان يحصله الحزب من مكاسب اذا استطاع ذلك سيكون مؤقتا وغير دائم لان الارض تغيرت في سوريا بين الشمال والجنوب ولان قوى الثورة متجددة وفي تزايد مضطرد وتسليحها يرتفع في مستواه مع مرور الوقت وبعد ان شدد على ان نظام بشار الاسد ساقط في النهاية وحزب الله سيهزم في سوريا بعد ان يكون ضحى بمئات الشبان اللبنانيين المخدوعين خلص الكاتب لان نظام ميؤوس منه وحزب الله يأخذ بيئته الحاضنة الى نكبة تاريخية واشارت صحيفة عكاظ السعودية تحت عنوان ماذا تحمل مشاورات جينيف الى ما اعلنته الامم المتحدة بان مبوثة الدولي ديمستورا سيبدأ في الرابع من الشهر المقبل بجينيف مشاورات منفصلة مع مختلف اطراف النزاع السوري وان الهدف من هذه المشاورات هو اختبار نواي الاطراف واستطلاع ارائهم حول امكانية الشروع في مفاوضات جادة على طريق الحل السياسي ووضحت الصحيفة ان تحديد اهداف هذه المشاورات في استطلاع الرأي يضيق مساحة الامل في نتائجها لكن انعقادها باشراف الامم المتحدة يفتح الباب على امكانية تحقيق تقدم على هذا المسار اذا توفرت ارادة دولية بان مأساة الشعب السوري تستحق من المجتمع الدولي العمل لانهائها ولفتت الى انه مع هذا الامل يظل سؤال مشروعا حول ماذا يمكن ان تحمله هذه المشروعات للمعارضة السورية في هذا التوقيت وهل هناك صفات للجهات التي ستوجه لها الدعوة واعتبارها لاعبا في العملية السياسية ولو يهن الان تجربة التحاور بين المعارضة ونظام بشار في لقاء جينيف الاول والثاني فشلت لان نظام دمشق جاء الى الحوار وهو يراهن على قوته العسكرية وحماية حلفائه من الايرانيين والروس فهل تغير موقف النظام وحلفائه صحيفة القدس العربي نشرت مقالا لمهند الحوراني بعنوان الموك غرفة العمليات الدولية المشتركة التي تقدم الدعم للمعارضة المسلحة المعتدلة حيث يشير الكاتب لانه ظهرت في الاوين الاخيرة غرفة العمليات الدولية المشتركة الشهيرة باسم الموك والتي تترأسها الولايات المتحدة الامريكية مع مجموعة من دول اصدقاء الشعب السوري كبريطانيا وفرنسا ودول عربية اهمها السعودية والامارات والتي تتواصل فيها بشكل مباشر مع فصائل الجيش الحر من خلال غرفتي الموك والموجودة في كل من تركيا لدعم الجبهات الشمالية والاردن لدعم الجبهات الجنوبية بالاضافة لتنسيقهم مع الاتلاف الوطني وتقدم غرفة العمليات المشتركة الموك الدعم لكتائب الجيش الحر ذات الطابع المعتدل السلاح كتزويد كتائب الجيش الحر بصواريخ التاوي الامريكية المضادة للدروع بالاضافة الى تذخير المعارك التي تطلقها كتائب الحر من ذخيرة الرشاشات الثقيلة واصولا لقذائف الهاون والدبابات ولا يقتصر الدعم عند هذا الحد بل تلتزم غرفة العمليات بتزويد كتائب المعارضة بالرواتب الشهرية للمقاتلين وكذلك تقدم سلال غذائية بشكل دوري وقال مصدر عسكري في كتائب المعارضة في درع انه مقابل الدعم الذي تتلقاه غالبية الفصائل عسكرية المعارضة المعتدلة تلتزم الفصائل بخطوط عريضة تقترب من اهداف الثورة السورية وتلامسها وهي مكافحة الارهاب وتمدده وانشاء دولة مدنية في سوريا ونبذ الطائفية بكافة اشكالها وحماية الاقليات الدينية والعرقية في سوريا والاقرار بحق كامل سوريين بتحديد مصيرهم ويرى المصدر ان تلقي الدعم من غرفة العمليات المشتركة لا يعيب الجيش الحر موضحا قبول اي دعم خارجي من سلاح واغاثة وان كان سيعمل على تسييس الثورة الا انه سيساعد في المقابل على تخفيف الضغط علينا والحصول على اسلحة قد تساعد في تقصير عمر المعركة مع النظام الاسدي واشار مراقبون لشأن سوري لان الموك ساعدت على تحديد اقنية الدعم الدولي لكتائب الجيش الحر وضبطها والعمل على توزيعها الامر الذي ساعد على تقارب فصائل الجيش الحر بعد توحد الجهات الداعمة لها في حين رأى اخرون انها اضعاف لثورة سوريا وتساعد على التفريق بسبب عدم اشراك فصائل قوية وعاملة على الارض السورية كالجبهة الاسلامية وما يتفرع منها شبكة شام نشرت مقالة لزين مصطفى بعنوان مضاد الطيران الان الان وليس غدل حيث يرى الكاتب ان الانتصارات المتتالية والضربات القاسمة التي تتم ويتم توجيهها لنظام الاسد حول تلك الاساطير ايران حزب الله الاسد الميليشيات الشيعية الى خرافة وجسد بالي امام قوة وحنكة وتكتيك الاسود على الارض لا حاجة للثوار على الارض الى اي شيء لا ذخيرة ولا عتاد لا رجال ودعم ومساندة ولا حتى لمضاد الطيران الذي يحرم منه طوال اربع سنوات فالذين على الارض وفي صحات الوغى لا يخشون مواجهة الموت تحت اي شكل او مسمى ولا يخشون اي سلاح مهما كانت قوته او شدة فتكه ولكن دعوتي بالنسبة لمضاد الطيران لانقاذ سوريا من تدمير اكثر لانقاذ سوريا من الفناء النهائي لانقاذ المدنيين من الموت المجاني لانقاذ ما تبقى من امل لحياة قادمة السنوات الاربع من الحرمان بحجج عديدة ومتنوعة كافية يكفي الحصار على هذا النوع من السلح يكفي المشاركة في خنق الشعب السوري يكفي التفرج على اشنع انواع الموت يكفي مشاهدة اقصى صور التدمير والابادة روسيا في خضم عصفة الحزم ابرمت مع ايران صفقة صواريخ اس 300 وتحدت العالم باسره بالقول انها دفاعية وهي من نفس الفصيلة التي تطلبها سوريا واقول سوريا وليس ثور سوريا وليس اي فصيل بعينه سوريا وليس طائفة بعينها سوريا وليس اي مدينة معينة بل سوريا بكل اطيافها ومدونها وقرها مضاد الطيران اليوم لن يكون هجومي اطلاقا بل دفاعي بحت ولن يكون دفاعا عن الثوار بل دفاعا عن المدنيين ولن يستخدم في المعارك بل سيكون محصور فيما بعد المعارك والنصر بعد كل هذه الانجازات والصمود لسنوات في وجه كل العالم بات مؤكدا ان مضاد الطيران ليس وسيلة للانتصار وانما وصيلة لحماية من هم بالخلف ينتظرون لحظات الخلاص ليعودوا للحياة اما من يقف ويقدم نحو الجبهات فلا يخشى طيران النظام بل اما من يقف ويقدم نحو الجبهات فلا يخشى طيران ولا مدفعية ولا اي شيء فمضاد الطيران الان الان وليس غدا فالغد عندما يأتي سيكون مضاد الطيران عبارة عن اشياء بالية لا حاجة لنا بها ولن نفكر به فاعادة الاعمار والعودة الى الحياة الطبيعية التي حرمنا منها لخمسين عاما حياة بلا حرب ولا خوف موقع تركي بريس نشر مقالا لحسين الخليفة عثمان بعنوان الحرب القذرة على تركيا حيث يؤكد الكاتب بان تركيا حين كانت ترزح تحت الفقر وغارقها في الديون وتعاني اسوأ المعاناة في داخلها من ايران الانقلابات وانعدام سبل العيش وعدم توفور مياه الشرب الصالحة لم يكن هناك من يذكر مذابح الارمن ولما حدث للارمن لكن حينما نهض التركيا واصبح هناك من يتوضأ ويصلي ويحرر شعبه من الفقر ويضعه في مصاف الكبار وقيادة العالم ويعلم الكبار ان للسياسة وجه اخر بنشر الحرية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والوقوف بجانب المظلومين واحترام المثاق العالمي لحقوق الانسان حين سلك التركيا هذا المسلك النظيف وابت ان تتلوث وتشارك في المعارك القذرة ضد ارادات الشعوب ورفضت ان تتورط في المجازر الحديثة ظهر هذا المخطط القذر وظهرت مذابح الارمن وضرورة الاعتراف بما حدث في حق الارمن للتغطية على الجرائم التي تورط فيها الكبار من الذي يتكلم عن حقوق الارمن وتجاوزات في حق الارمن الذين هم اول من مارسوا الارهاب على ظهر الكرة الارضية واستخدموا سلاحا نووي الذي اباد اكثر من مائتي الف نفس بشارية في هوريشيما ونجازاكي في اغسطس عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين ميلادية الذين ابادوا الملايين من الهنود الحمر الذين استقبلوهم على ارضهم فاذا بهم يبيدونهم من على ظهر الارض ويستأصلون شافتهم ويقيمون حضارتهم على ارضهم الذين دعموا وشاركوا في ابشع جرائم التطهير العرقي والابادة في حق المسلمين في العصر الحديث في البوسنة والهرسك وفي افريقيا الوسطى الذين قتلوا اكثر من ثلاثمائة الف مواطن سوري بالبراميل المتفجرة والغازات السامة وهجروا الملايين ودمروا وطنا كاملا وشردوا شعبه هؤلاء تحولوا الى حمائم السلام ينبشون في قبور الماضي لعلهم يجدون مذابح مثل المذابح التي ارتكبها اجدادهم في ابادة الهنود الحمر او في بيت المقدس في الحروب الصليبية الاولى الذين قتلوا وابادوا المئات في سويعات من نهار في فض اعتصام رابعة والنهضة تحت حماية ودعم دولي كامل فما هو الارهاب الذي يحاربونه ومن هم الارهابيون الذين يحاربونهم صحيفة ينشفق التركية نشرت مقالا لأتيلا يايلا بعنوان لماذا لا يريد الغرب ان تعم الديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط حيث يرى الكاتب بانه بعد فترة وجزة من بدء الربيع العربي تحولت كل تطلعات الشعوب الى الحرية والديمقراطية والرفاهية الى احلام وردية ففي مصر بعد ثلاث سنوات جاء الانقلاب العسكري واطاح بثمار الربيع العربي وقام اعوان السيسي بقتل الالاف من معارضي الانقلاب جهرا وامام مرأة ومسمع العالم اجمع ولم يكتفي هؤلاء بالقتل بل قاموا باعتقال المئات من الاعضاء البارزين في حزب الاخوان المسلمين واطلاق احكام الاعدام بحقهم عبر محاكم انشأوها عقب الانقلاب العسكري هناك عدة اسباب داخلية وخارجية تكمنه ورأى فشل الديمقراطية في مصر والشرق الاوسط فمن هذه الاسباب مثلا عدم ترسيخ قواعد المنظمات المدنية بالشكل المطلوب وعدم توفر الخبرة الديمقراطية الكافية لدى شعوب المنطقة ويضاف الى ذلك نظرة المجتمع الخاطئة تجاه العمل السياسي والسؤال الان لماذا لا يرغب الغربيون في احلال الديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط اعتقد ان جواب هذا السؤال يكمن في الشطرين التاليين اولا ربما لا يرغب الغربيون في احلال الديمقراطية في هذه المنطقة من منطق الكره الدفين لديهم تجاه الشعوب الاسلامية وأن هذا الشعب لا يستحق أن ينعم بنعم الديمقراطية والعيش الآمن ثانيا القادة الغربيون على ما أعتقد يخشون من الديمقراطية والإرادة الشعبية كما أنهم يخشون من سيطرة أشخاص لا يقبلون الرضوخ لأوامر الغرب على الحكم في هذه الدول إن ازدواجية المعايير التي تتابعها القيادة الغربية جاه الشعوب الإسلامية ليس جديدة ففي تسعينيات القرن الماضي لم يأذن الغربيون لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر باستلام السلطة في البلاد على الرغم من فوز هذا الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت أنذاك موقع أورينت نيوز نشر تحت عنوان استنتاج لؤي حسين الأخير حيث أعلن المعارض السوري البارز لؤي حسين وصوله إلى أسبانيا على رغم حظر السفر المفروض عليه من السلطات السورية التي تحاكمه طليقا ومن المنتظر أن تصدر حكمه النهائي بحقه في التاسع والعشرين من نيسان وقال حسين وهو رئيس تيار بناء الدولة السورية في اتصال هاتفي مع فرنس بريس من مدريد وصلت البارحة إلى إسبانيا بعد رحلة شاقة شعرت بخطر على حياتي وحتى لو رفعوا عني حظر السفر قررت المغادرة وتحاكم السلطات السورية حسين طليقا بعدما احتجزته ثلاثة أشهر بتهمة وهن نفسية الأمة وقال حسين قبل أسبوع من اعتقاله في تشرين الثاني إن النظام يتهالك وينهار دعين السوريين لإنقاذ دولتهم وحدد القضاء التاسع والعشرين من نيسان لنطقي بالحكم في موضوع الدعوة المقامة ضده لكنه أبقي على منعه من مغادرة البلاد وقال حسين لم يعد هناك أي إمكانية للتفاهم مع النظام الذي تحول إلى ميليشيا لدرجة كبيرة وأضاف لم يعد النظام قادرا على التفاهم السياسية مع معارضيه ومخالفه وكتب حسين على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك كنت مضطرا إلى مغادرة البلاد بعد قناعة التامة بأن النظام استنفذ أي إمكانية للمصالحة أو التفاوض الجهد بل هو ماض بسياساته الفاشلة حتى تنهار كل البلاد وكل مؤسسات الدولة وينتهي الجيش في الدفاع عن السلطة الحاكمة بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة والإصغاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة